السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الياب نتكلم عن الاثراء الغذائي او فرط التغذية وهي عملية زيادة المواد الغذائية في المياه بمركبة تحتوي على الفسفور في نظام بي اي ماء سواء كانت في الماء او على الياب ومع ذلك فان هذا المصطلح يستخدم عادة للدلالة على الزيادة للتجهيلة ولي لنظامها البيئة كالنمو المفرط وموت النبوتات وتحللها وكذلك الاثار اللاعق لهذا كنقص الاكسجين في الماء والانخفاض الحاد في نوعيتها المياه وفي عدد الاسموك وعدد الكائنات المائية وهي عبارة عن تخصيف كتلة الماء بالمغذيات النباتية العضوية وغير العضوية واحدث عادة في البحيرات ومجمعات المياه العذبة وبعض المصبات الانهار والمياه الساحلية ويعتبر الاثراء الغذائي الطبيعي عملية تخصيفية بطيئة وهو جزما التقدم في العمر وهي عملية مفيدة تتم من خلالها زيادة الكتلة المائية بينما يحدث الاثراء الغذائي الصناعي بعد تصريف المخلفات المنزلية الصناعية وبعد تصريف السطح من الأرض الزراعية المسمدة بالمخصبات الصناعية والفسبوت والنيتروجين وتؤدي تخصيبات المتسارع الصناعية الى تكوين كتلة الماء التي تتبع بانفجار لعشرات الكائنات العالقة والتحالب الخيطية تؤدي لتأثير جانبي وخيم ويؤدي موت غطاء التحالب السطحي وتحلله الى أبساد الماء وجعله الأوساط المحيطة به غير مستحبة كما تنمو فيها التحالب الخضراء المزرقة المنتج للسموم وتشكل خطر إضافيا على الحيوانات شكرا لإستماعكم كانت هذه نظرة بسيطة عن الاثراء الغذائي أتمنى أنكم تكونوا استفدتوا